يقدر الله لكثيرين نشأة متميزة في ظروف حياتهم فتجمعهم حقبة زمنية معينة بشخصيات قيادية مؤثرة في محيطها فتكون النشأة حينئذ متفردة يتميز أولئك الذين تكتب لهم رفقة صانعي التاريخ فيكتسب صفات المسؤولية وتحمل المهام وهكذا تبدأ حكايتنا حكاية رجل عاصر رجالا مخلصين وعاش معهم مسيرة بناء الوطن وتأسيس الدولة الاتحادية الشيخ طحنون بن محمد آل انهيان يرحمه الله رجل من أولئك الذين سنحت لهم فرصة التواصل القريب مع بان الاتحاد مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان طيب الله ثراء منذ البدايات المبكرة كان قريبا يرحمه الله من المؤسس طيب الله ثراء عاصره عن كثب وأمام ناظريه تشكلت لبنة تلك المسؤولية المسؤولية في التواصل مع مجتمعه فنهل من طبائعه الطيبة وتشربت روحه العزيمة التي لا تلين سنوات من التواصل الحي المباشر مع أبناء مدينته مدينة العين شكلت رصيدا ثريا لسيرته على اختلاف المسؤوليات وتنوع المهام التي شغلها يرحمه الله كان منذ البدايات محط ثقة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان طيب الله ثراء ولتستمر رحلة المسؤولية خلال العقود التالية في سبتمبر عام 1966 أي بعد شهر من تسلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي عين طيب الله ثراه الشيخ طحنون بن محمد آل انهيان يرحمه الله رئيسا لدائرة الزراعة ورئيسا لبلدية العين آنذاك خلال الفترة الممتدة من نهاية عقد الستينيات وحتى بداية عقد السبعينيات كان الشيخ طحنون بن محمد آل انهيان واحدا من أولئك الرجال المعاصرين لنشأة فكرة الدولة الاتحادية التي آمن بها الآباء المؤسسون بحكم قربه من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان طيب الله ثراه فعمل إلى جانبه على هذا المشروع الوطني التاريخي في التاسع من أغسطس عام 1971 عين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان طيب الله ثراه الشيخ طحنون بن محمد آل انهيان ممثلا للحاكم في منطقة العين هي سيرة عطرة لقيادي فذ لا توجزها الكلمات وكما يقال يرحل العظماء وتخلد سيرتهم ترجمة نانسي قنقر